برضو او تالتة بتطلع علينا ما بنعرفش ان نفهمها الفريق سامي عنان يعني ايه صفته عشان يصدر بيان النهاردة يتكلم عن الحكومة والسبقة او الحالية بلا صفة مواطن سامي عنان موجود في بيته وبيقول انه بيفكر في الانتخابات وحيعلن قراره وحاجات سجاة وليه حملة ولا ملوش مش قضيتنا يعني لكن الفريق سامي عنان او المواطن سامي عنان فرحان جدا بانه بيتقال عليه المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية واحنا طبعا عارفين انه مصقف رفيع المستوى شايفين اوه هو بيقرأ جرائد يعني مصقف رفيع المستوى بيقرأ جرائد لكنه بيقخل بقى وبيقول انه بيطالب الحكومة المكلفة بضرورة تحقيق الامن والاستقرار يا سيادة الفريق ما قلتش الكلام ده النفسك ليه وانت كنت الرجل التاني في الدولة بعد ثورة 25 يناي وما طلبتش ليه حكومة الدكتورة عسام شرف انها تحقيق الامن والاستقرار وانت ما بزلتش جاهد ليه في الطريق ده لكن اهو عموما طق حنك وبيتكلم عن الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي بيطالب الحكومة بكده ما عرفش يا الناس بتنسى ده ما فاتش وقت كتير يعني الفريق السامي عنان ما طرقش موقعه في خلال الفترة الصعبة مش عايز اقول الفترة الكارثة بعد ثورة 25 يناير من سنين طويلة المهم انه في بيانه الصحفي قال ان استقالة الببلاوي جات بعد تصاعد بيوصف فقا يعني معلق سياسي الازمات والاضرابات في الشارع السياسي وكذا وكذا هو متصورني ده كلام سياسي ده كلام اعتقد انه بسيط جدا واي حد ممكن يقوله في الشارع لكن ايه رؤية اللي عندك وايه صفتك عشان تصدر بيان دلوقتي فرحان بحكاية المرشح المحتمل المهم بيطالب الجميع كمان بانهم ينسوا الخلافات السياسية ينسوها ازاي يعني يعني مثلا يطعطوا شيء خليهم ينسوه ولا يبقى في حلول تذيب الخلافات السياسية ثم انت جايت تشعل اصلا نيران الخلافات السياسية فانت مرشح معلوم بالضرورة انك مدعوم من جماعة الاخوان الارهابية او التطار الجدد مسألة معروفة يعني والعالم كله بقى بتكلم فيها وانت مش قامل لها تملك ان ترد بتقوله عليه كلام فارق انا ليه بيحتم بكلام عن الفريق سامي عنان او غيره حتى من المرشحين لرئاسة الجمهورية لان بصراحة مصدى عنا هي حتة ورقة ويقوم بطلع بيان وناس تمسك له صاجات على الفيسبوك وإلحق وقال وما قالش وخناقة بنضيع وقت وده ما بقاش امر محتمل حتى من الشعب فلسه ما تفتحش باب الترشح لانتخابات الرئاسية لان القانون لانتخابات الرئاسية ما طلعش فما تشغلوناش بالمسألة دلوقتي مفروض ننشغل دلوقتي بالنيران اللي بيحاول الغير المصريين وفق تعبير المهندس إبراهيم محلب اشعلها في كل مكان يجب ان ننشغل جميعا باننا نحقق بالفعل الهدوء وما يذيب الخلافات السياسية مش نتكلم عن المسألة دي ده كان بس تعليق على الفريق السامي عن المثقف زي ما انتو شايفين يعني في بيقرى جرائده ده شيء كويس جدا على فكرة وحيفيده لان الجرائد ممكن تدي له رؤية وبعد نظريا طبعا العمليات الإرهابية برضو مستمرة